وبالتالي نقطة من أكثر النقاط أهمية وهي فكرة الانفتاح والدراسة والتطلع بشكل كبير جداً أن يكون عندنا تعامل أكثر لو استلحنا يكون عنده تعامل أكثر جدية مع مشاكلنا بعيداً عن وضعها في تبهات جزء كمان من المشاكل الموجودة عند قطاع واسع من المراهقين وعدم قدرته على التحقق راتياً بتيجاً إيه؟ أنه عدم قدرته على التواصل الأسري عدم قدرته على أنه يتكلم ويعبر عن نفسه بيش حد يسمعه في العيلة وبالتالي حينطاق الهدى بصوصاً أنه لا قدرت لو كانت عيلة منتسخة أو فيها انفصال خليني كمان أقول لحضرتك على نقطة مهمة جداً دي أحد كمان المفاهيم اللي تم تكسيرها مؤخرة كان عندنا تصور طول الوقت وإحنا بنشتغل في هذه القضية على أنه أحد أهم ملامح الأسر التي تحتوي على مريض إدمان أنها أسرة مفككة وأن الزوج في طريق والزوجة في طريق أخر لكن اكتشفنا أنه 58% من المتعاطين ومرضى الإدمان بيتم علاجهم يعيشين في أسر كاملة أب وأم موجودين ظاهرياً بس بالضبط كده ما هو دي النقطة بقى وده التأكيد الظاهرياً هم غير موجودين بالفعل لكن في وقع الحال كل يبكي على ليلة بالضبط ترجمة نانسي قنقر